وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم من توزيع الكتب المدرسية على المدارس وذلك تمهيدا لتوزيعها على الطلبة في التاسع من شهر سبتمبر الذي يصالف أول يوم دراسي في السنة الجديدة كما تعمل الوزارة على الانتهاء من تحميل جميع هذه الكتب ألكترونيا لتكون متاحة للطلبة وأولياء أمورهم على البوابة التعليمية الألكترونية وذلك في إطار برنامج التمكين الرقمي الذي تطبقه كما انتهت الوزارة من توزيع الكتب المدرسية على المدارس الخاصة حيث درجت الوزارة على توزيع كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية المواطنة على هذه المدارس بالمجان وذلك لتعزيز الهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية وإلى جانب ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتب بصورة رغمية على البوابة التعليمية الإلكترونية وعلى موقعها في شبكة الأنترنت بحيث يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الوصول لهذه الكتب من خلال حاسوبه الشخصي أو جهازه اللوحي أو هاتفه النقال من غير الحاجة إلى الاعتماد فقط على الكتاب المدرسي الورقي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة التعليمية وفرت وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات ومنها المحتوى التعليمي الرقمي فمن خلال موقع وزارة التربية والتعليم بإمكان الجميع الاطلاع على الكتب التي تحولت إلى صيقة الإلكترونية وأيضا الإثراءات التعليمية ونماذج الاختبارات هذا متاح للجميع ويمكن تصفحها في أي وقت ومكان من خلال موقع الوزارة أيضا هناك خدمات إضافية للميدان التربوي موجودة على البوابة التعليمية وهو موقع خاص باستخدام كلمة المرور هو متوفر لكل من المعلم والطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية هناك الكثير من الخدمات التي يمكن يستفيد منها الطالب خصوصا الآن مع انطلاق برنامج التمكين الرقمي في التعليم والذي يأتي امتدادا لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل يمكن الطالب من استخدام التقنية بشكل جيد فهناك الكثير من الخدمات المتوفرة ومنها الدروس الإلكترونية عندنا أيضا النقاش والتحاور وأيضا هناك الواجبات التي يمكن يرسلها المعلم كل هذه طبعا يأكد على المهارات التي تخص الطالب القرن الـ 21 ومنها طبعا التعاون وأنه يكون ناقد بشكل مفيد ويشارك المعرفة مع الآخرين ويتيح الكتاب المدرسي الرقمي التفاعل المباشر بين الطالب والكتاب المدرسي بسبب سهولة تقريب الصفحات فيه وتغيير حجم النص الكتابي وإيجاد المعلومات المطلوبة باستخدام الكلمات المفتاحية وسهولة التخزين وأمكانية حفظ صفحات الكتاب في جهازه الخاص لرجوع إليها في أي وقت